اشتركوا في القناة الاساس لعملية دعم عجلة التنمية الاقتصادية وما تشهده المملكة من نمو عمراني واقتصادي مشيدا في الوقت ذاته بهذا اللقاء الذي يصب في اطار الاجتماعات الدورية للجهات المعنية في مملكة البحرين وصندوق النقد الدولي بهدف مناقشة واستعراض اهم المشاريع المتعلقة بالكهرباء والماء في المملكة وخلال الاجتماع استعرض الوزير والرئيس التنفيذي للهيئة جهود مملكة البحرين ممثلة بهيئة الكهرباء والماء في تطوير ورفع كفاءة قطاعي الكهرباء والماء والتطوير المستدام للاجراءات واستخدام التكنولوجيا الحديثة وافضل الممارسات العالمية امر مواصلة العمل على مبادرات حيوية متعددة بروح فريق البحرين لتحقيق الاهداف التنموية المنشودة ومواصلة تعزيز التنافسية